احنا بنتعلمش ليه؟ يعني احنا بنشوف ده بيتكرر بوطيرة مش يعني بيتكرر ويتكرر باختلاف مستوياتنا الثقافية والنصاب حسب الليفل التعليمي والثقافي بتاعك بيعرف يدخلك ازاي لانو شخصية زكية جدا وعندها قدرة على الاختراق الاخر طول ما احنا طماعين بص يا حضرتك طول ما فيه طماع فيه نصاب النصاب مش بيجي الاول الطماع هو اللي بيتواجد فبيفرض وجود نصاب الانسان المفروض يبقى قانع الانسان يبقى عنده رضا عن النفس الانسان يبقى منظم الانسان يعرف ان تحقيي الاهداف بالتعب وبالكفاح وبالصبر والمثابرة والاجتهاد ما فيش يعني السماء لقتل لا تمتر زهبا ولا فضة ما فيش حد صح منهم بقى مليونير فدي حتة مهمة لازم الناس تعرفها لازم تحط فلوسك في حتة فيها امان ده البنوك عملت شهادة 18% يعني احسن من اي مشروع فيه اي مخاطرة ما تحط في البنك يخط 18% يعني انا ما عندش بنك يعني مش بقول كده عشان انا لاكسب انا بنقول الناس عشان الناس هلا تستفيد وسيلة اامنة معاق امن اه طبعا معاق امن بالنسبة لك يعني النصاب دايما حضرتك بوان زي ما قلت لك ما بيبزلش مجهود احنا اللي من جوانا احنا اللي رايحله للأسف الشديد بنروح لواحد منعد من ضمير مفتقد البصيرة اهم حاجة يحصل على مكتسباته الزاتية لما تشوف الهيستري والتاريخ بتاعه تلاقيه تاريخ مضطرب يعني حضرتك اشرت ان مصطفى البنك ده مسجل واتقبض عليه والناس عارف اي نصاب تاريخه مضطرب هتلاقيه كان بيسقط في المدرسة كان بيغش كان من هو صغير بيسرق القلم الرصاص والسندويتش والبراية من زميله يعني تاريخه مضطرب خاطب 3-4 مرات متجوز مرتين تنقل في اكتر من عمل يعني الهيستري بتاعه بيقول مضطرب انا بقوله كده عشان ناسي ما عندها وعي لما يجيلك واحد مش مستقر ما تاخدش بظواهر الامور فتش وراه شوف كان ايه من عشرين سنة يعني من خلال الدراسات النفسية لأكيد حضرتك منطلع على الكثير منها النصابين الهيستري بتاعهم بيقول ان هم مرضى نفسيين؟ هو سايكوباتي هو عنده اضطرابة شخصية سايكوباتية اللي هو السلوكة المضاد للمجتمع وبيحب الانتقام دايما على فكرة بينتقم من المجتمع بينتقم من الناس اللي عايش حياة مستقرة وآمنة ومتعلمة وليها وجهة اجتماعية بيستمتع ويتلزز انه بيتحكم فيهم بيبقى شخصية نرجسية عنده حب الزات وما بيبصش لاي حاجة تانية بيتك بقى يتخرب تتطلق ما تتجوص لانا كنت عاوز تجيب شقة حياتك تنهار فيه ناس بيجي لها بعض اللوسات العقلية فيه ناس كثيرة في ضحايا ماتوا فيه ناس بتموت يجي لها ازمات قلبية هو ولا هو هنا هو منعدم الضمير وجدانه ده ما بيتهزش والضحية نفسيا ايه الضحية نفسيا لما بتشوف بقى عملية النظم بيقع عليها قرب ما بعد الازمة تصاب بالاكتئاب يبقى شخصية مضطرب في جميع قاراته المترتبة على عملية النظم طبعا والاسوأ بقى ان فيه ناس بيتنصب عليها ولكن خايفة من التجريس الاجتماعي فيبلغش عن النظم يعني يجي يقولك عيب الناس تعرف انها تضحك عليها نصب عليها طبعا اه علشان كده هوت انا اجزم من خلال الدراسات اللي احنا عملناها ان فيه حوالي 20% من اي عملية نصب لا يضلبوا اقوالهم ما بيروحوش فيبلغات للنيابة وفيه تلاقي 10% ما زالوا مصدقين في النصاب ويقولك لا انا مش هروح اعمل فيه محضر ولا بلغ عنه ده تعثر وكويس الظروف هي اللي تكلبت عليه الناس طلبت الفلوس مرة واحدة فما لقاش يدرهم تفسيرك يعني لنفسية الناس دي ايه ازاي هم بيصدقوا ده فيه شخصيات بتبقى مزوخية عندها متعة في تعذيب الذات فيه شخصيات عندها عقدة اسمو عقدة استكولم يبني توحد مع الانسان اللي بي يناكل ليه اللي ظلم اه طبعا بسه مزوخيين دول حاجة تانية يا دكتور الاول من همه دول مزوخيين اه هو بقول لحضر الله تبقى حاجة غريبة جدا ويروح يدفع عنه وتلاقيه في المحكام واقف اول واحد وكأن المحامي بتاعه يا جماعة ما يصحش كده طب استقدوا بالله طب نتفق طب نروح نكلم مراته يعني انا بشوف حاجة غريبة جدا هو منصوب عليه انما يعني كل شواهد الامور المادية والظاهرية بتقولوا انه منصوب عليه ولكن هو وجدانه مش مصدق ده